السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي استعراضي أخوان ساعة أبل الجديدة الإصدار الثامن وقارنتها مع الإصدار السابع الخاص بالعام الماضي والمقارنات يتضح مين الأفضل بكل تأكيد هل ينفع أنك ترقي أو لا أو يستاهل أو لا في هذا الفيديو إن شاء الله بنشوف أيضا ساعة أبل الإصدار الجديدة الـ Special Edition SE مع كامل مميزاتها ومقارنتها مع الإصدار الثامن بكل تأكيد الإصدار الثامن أفضل ولكن ممكن يكون فيه مميزات في الإصدار الثامن أنت ما تحتاجه بالتالي ممكن توفر يعني فلوس وتاخد الـ SE فبلاش يطور عليكم خلينا نبدأ الفيديو مع بعض طيب يا أخوان نبدأ ونقول بسم الله هذه هي ساعة الـ SE وهذه علبة ساعة الـ SE تيجي هنا أبل ووتش باللون الأسود تلف علبة عن الإصدار الثامن فتيجي الإصدار الثامن باللون الأبيض هنا باللون الأسود طريقة تفتح الكرتون تقريباً نفسها تفتحها بهذا الشكل يجي عندك صندوقين بداخل علبة الـ SE زي بقية ساعات قبل الصندوق الأول في نفس الساعة والصندوق الثاني حيكون في البنت فهذه نفتح صندوق الساعة على السريع عندنا بداخل صندوق الساعة بتأتي الساعة بكل تأكيد مغلفة بورق عكس الإصدار الثامن والإستاليستيل هذه هي الساعة اللي هنشوفها وعندنا دليل التعليمات كتيبات بالإضافة إلى شاحن الماكسيف وليس سريع ليس شاحن هو كابل الماكسيف اللي تشحن من خلاله الساعة بشكل لاسلكي ولكن ليس سريع وهذا أول اختلاف عن الإصدار الثامن وهذه علبة اللي هي البنت تيجي بهذا الشكل بيكون بداخلها باند طويل اللي هو الميديم واللارج وهنا القصير اللي هو السمول والميديم على حسب مقاس يدك فالآن نركبها بكل سهولة هنا تيجي كتابة بالصغير مكتوب 45 ملي متر وهنا ميديم واللارج فهتكون الكتابة بأسفل الساعة بهذا الشكل هتركبها بكل سهولة وهذا الشكل بيتم التركيب ونفس الشي الطرف الثاني الآن نشغل الساعة ونشوف إعداداتها على الآيفون بعدها نستعرض مميزاتها ومقارنتها مع الإصدار الثامن الآن بمجرد أنها تشتغل الساعة والآيفون جنبها وشغلت بلوتوث على الآيفون هتتعرف مباشرة أو هيتعرف عليها بشكل مباشر هنسوي متابعة والآن الإعداد لنفسي أو للعائل أحطه نفسك الآن بنمسح اللي هو اللي زي البر كود اللي بيطلع بهذا الشكل والآن أصبحت مقترنة مع الآيفون ونكمل إعداداتها على جهاز الآيفون بيقول لك أنت بتلبسها على اليسار أو على اليمين فأنا باليد اليسار وهذه طبعا الإعدادات تجيك أول مرة لو أنت بتشبك الساعة على آيفون ما عليه أي ساعة من قبل لكن لو عليه أي ساعة من قبل خلاص بيأخذ إعداداتها من الساعة اللي قبل الآن هنسوي موافقة الشروط والأحكام والآن ندخل كلمة المرور الخاصة بحساب اللي موجود على نفس الآيفون الآن بننشئ كلمة مرور لنفس الساعة أو تقدر تسوي عدم إضافة رمز دخول الآن تتحكم بعرض النص حابب أن تكون النص بشكل أكبر أو أصغر وتقدر أيضا تضبط لهذه الإعدادات لاحقا بنسوي متابع موافق والآن تدخل بيانات الخاصة بالصحة الخاصة فيك أو لو أنت معبيت بياناتك في تطبيق الصحة فبيأخذها بشكل تلقائي ونسوي متابع في إصدار الواتش أو اس ناين نزلت ميزة جديدة وهي تعقب الطريق فتقدر تفاعلها وتقدر تعطلها منها مميزات هذه الساعة استكشاف الضجيج اللياقة القلبية معدل نبض القلب المخفض معدل نبض القلب المرتفع وحنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل كذلك لو أنت تتناول أدوية الساعة بإمكانها تذكيرك بمواعيد تناول هذه الأدوية بحسب الجرعات زي ما أنت بتعبيها وبتضيفها في تطبيق الصحة وهذه من أهم مميزات الواتش أو اس ناين نسوي متابعة أيضا من أهم مميزات هذه الساعة الاتصال بالطوارئ عند السقوط أثناء التمرين على سبيل المثال أو حتى اكتشاف الاستضام لو أنت في سيارة ولا سمح الله سار عليك حادث هي بتتصل بالطوارئ مباشرة بالإضافة إلى مسار العودة اللي هو التتبع الخطوات حابب يكون عرض الأيقونات بشكل دوائر أو ترتيب صفوف بهذا الشكل قائمة فكأيقونات أفضل متابعة والآن بياخد فترة تقريبا ربع ساعة إلى عشرين دقيقة إلى ما تشتغل معانا الساعة بعد تثبيت التطبيقات ومنها التطبيقات اللي موجودة على الآيفون اللي تتوافق مع الساعة في هذه اللحظات ممكن تضغط على تعرف على ساعتك وبتشوف أهم مميزات الساعة ننتظر حد ما تخلص وبنرجع نكمل المواصفات ومن ثم المقارنة طيب يا أخوان الآن اشتغلت الساعة خلاص الآن جاهزة للاستخدام قلين نتكلم على الساعة كده بشكل عام هذه الساعة مقاساتها مختلفة عن ساعة الإصدار الثامن فتأتي بمقاس عندنا الأربعين والأربع وأربعين هذه هي مقاس الأربع وأربعين ولكن مقاسات الإصدار الثامن عندنا واحد وأربعين وخمسة وأربعين طبعا الفرق فين؟ مو في المساحة نفسها حق الساعة لا في الشاشة أو استغلال الشاشة نفسها يعني مقارنة بجسم الواجهة فعندنا الإصدار الثامن أكبر بـ 20% من إصدار الإس إي ففي الإس إي حتلاحظ هنا الحواف السودة من الأطراف الأربعة أكبر من الموجودة في الإصدار الثامن ولكن كمقاسة الساعة والباندات كلها واحد عندنا أيضا كلها الإس إي تيجي من الألومونيوم بعكس الإصدار الثامن في الألومونيوم وفي الأستان لستيل بالنسبة للشاشة نفسها تيجي بدقة 368 في 448 بيكسل بمعدل سطوع ألف شمعة وهو ذكرت في فيديو الثمانية أن الألف شمعة على الساعات شي ممتاز إيش هيفيد في الشمس فهذه هتكون الشاشة ساطعة معاك وواضحة وإن شاء الله في الألترة رقم خرافي ألفين شمعة واحدة من الاختلافات الأكبر بينه وبين الإصدار الثامن هو ميزة الـ Always On Display هذه الشاشة ما تطفي وتقدر من خلال الإعدادات أنك تخليها تطفي ولكن هذه ما تدعم الـ Always On Display بمجرد تطفي الشاشة لازم تلمسها أو ترفع يدك عشان تشتغل معاك الشاشة طبعاً يأتي من الساعة ثلاث ألوان هم السيلفر والستار لايت زي اللي معايا اليوم اللي هو الضوء النجوم والميدنايت زي هذا اللون فالإصدار الثامن يتفوق باللون الرابع وهو اللون الأحمر طبعاً يأتي منها أيضاً نوع بالشريحة المدمجة الـ E-SIM ويأتي هنا فيه نقطة حمرة وهذه بدون E-SIM ولكن فيها مايك وفيها أيضاً مكبر صوت مدمج فتقدر تتصل من خلالها عن طريق الآيفون المقترب معاها كذلك تردع المكالمات بكل سهولة وزن الساعة خفيف جداً تقريباً 33 جرام أما الـ 44 زي هذه تقريباً 38 جرام ساعة أيضاً زي بقية ساعات أبل تتفوق على بقية الساعات الذكية في الدفع الذكي عن طريق الأبل باي بالضغط مرتين على الإزرار الجانبي ويجي أيضاً فيها نفس الإزرار الموجود في الثمانية اللي هو التاج اللي تتحكم فيه في عدة وظائف ساعة أيضاً مزودة بالمعالج اللي يجي في نفس الإصدار الثامن وهو معالج أبل الـ S8 وهذا يعطي سرعة في الاستخدام الساعة بصفة عامة 20% عن الإصدار الـ SE التبع العام الماضي ساعة تعمل بأحدث بلوتوث 5.3 وهذا للاتصال السريع ساعة أيضاً زي الإصدار الثامن فيها يعني جميع أنواع الرياضات المتعرف عليها بالإضافة إلى السباحة بأنواعها فهي مقاومة للماء لعمق 50 متر فما عندك أي مشكلة في السباحة ولكنها ليست مقاومة للغبار وهذا معناه لو أنت في مكان فيه غبار زي مثلاً دراجات في الصحراء أو شيء أو جبلية أو شيء ممكن تتعرض للخش نفس الشاشة الساعة من ناحية الصحة فهي تقيس نبضات القلب بشكل تلقائي وتعطي تنبيهات في حال انخفاضه أو ارتفاعه ولكن ليس فيها ميزة تخطيط القلب اللي موجودة في الإصدار الثامن كذلك غير موجود فيها ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم زي اللي موجود في الإصدار الثامن كذلك أيضاً عدم وجود ميزة قياس درجة حرارة الجسم أثناء النوم زي اللي موجودة في الإصدار الثامن مثبت عليها تطبيق البوصلة مع ميزة اللي هو تتبع الأثر يعني تقدر بكل سهولة لو أنت في البر أو في مكان خايف أنك تضيع ممكن تضغط على علامة الخطوات هذه وبتسوي بدء وبتتحرك في أي مكان ولو حسيت نفسك ضعت على طول تقول له اقتفاء الخطوات وبيرجعك في نفس المسار اللي أنت جيت منه بترجع لنقطة البداية وزي ما ذكرت فيه أثناء الإعدادات الخاصة بالساعة فيها ميزة الطوارئ الـ SOS عند السقوط أثناء التمارين أو أثناء أي شيء لو سقط فجأة يعني سقطة قوية أو طاحت يعني طاحت قوية هتحس الساعة وتتصل بجهة الطوارئ مباشرة كذلك عند الاصطدام بالسيارة لا سمح الله بطارية الساعة تقريبا تكفيك 18 إلى 24 ساعة وتختلف من شخص إلى آخر حسب الاستخدام يعني تستخدمها في التمارين أو فقط لابسها عشان الإشعارات وغيره وأيضا ممكن تقعد معاك إلى يوم ونص يومين ولكنها لا تدعم الشحن السريع زي ساعة أبل الإصدار الثامن أيضا الساعة تتميز ببقية التطبيقات الموجودة على مختلف ساعات أبل زي المؤقت ساعة استعداد عندنا أيضا تمارين التنفس والانتباه الذهني كذلك من مميزات الحماية بالصحة هو اكتشاف الأصوات العالية اللي ممكن تأثر على إذنك فبيعطيك تنبيك زي ما شفنا مع بعض الشباب إن شاء الله يكون الفيديو مفيد بالنسبة لك وبناء عليه ممكن تتخذ قرار الشراء ترقي أو لا بالنسبة للأخوان اللي عندهم من الاس اي الخاص بالعام الماضي أو الأخوات فما عشوف إنه يحتاج إنك ترقي كذلك لو عندك الإصدار السابع وكل تأكيد ما يحتاج إنك ترقي إلى الاس اي لأن الإصدار السابع موديل أعلى من الاس اي وبس تقريبا بكذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو أعطيكم ألف عافية لا تنسونا ملايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر